أولاً ونحن على بعد وقت قصير من تأهل فريق الويداد الرياضي للمبارنة نيعيين تعد شامبينز ليغ لابد أننا ننهنق فريق الويداد الرياضي والجمهور تعد فريق الويداد والجمهور الرياضي المغربي المشاركة تعد فريق نتعنا الوطني لأقل من 17 سنة لكل أجمع على أنها مشاركة متميزة توجدت بالتأهل إلى كأس العالم إن شاء الله في نوفمبر المقبل هذه الدينامية الإيجابية التي تعرفها كرة القدم الفضل يرجع بالأساس إلى الرؤية الاستراتيجية تعسيدنا الله ينصره لهذه منذ عشر سنوات أكثر من عشر سنوات يعني صهر على الانطلاقة والتمويل نتع الأكاديمية نتع محمد السادس صهر عليها شخصيا وهي اليوم كتعطينا سبعانتع اللاعبين الفريق الوطني لأقل من سبعتاشر سنة ولعبين آخرين متميزين وانتم شتيوا المنتخب الأول لشارك في قطر وتأهل نصف النهاية كانوا أربعات اللاعبين منتوج الخالص لهذه الأكاديمية لأكاديمية محمد السادس كل هذا العمل وهذه الدينامية كما قلت بالرؤية الاستراتيجية بالتصور الاستباقي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله نجني بعض اتمارها اليوم والباقي إن شاء الله سيكونوا أفضل سنجني اتمار هذه الرؤية الاستراتيجية لسيتنا اللاعنس رو والعمل سيتواصل فريق الوطني لعب بكل ما تتطلبه كرة القدم اليوم من ظروف وشروط الروح الرياضي العالي للانضباط كانوا خير سفراء لبلد عظيم بلد تتجدر حضارته في أكثر من 12 قرن سابق يقوده ويسطر استراتيجية نموه ملك عظيم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله